اشتركوا في القناة وقال رسول الله صلى الله عليه وآله من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه ألف صلاة في ألف صف من الملائكة الله صلى الله عليه وسلم جيد جداً القرآن الكريم يبين لنا أنها ليلة واحدة بس بين وبين الله نحن عدنا ليلة واحدة nur ثلاث ليالي خب بنا الواضح أننا ليلة 11 وليلة 21 وليلة ماذا وليلة 23 إذن سؤال مهم وهو أن ليلة القدر ليلة واحدة أو ليال ثلاث أي منهم عندما نرجع إلى الروايات نجد بأن هناك توضيحا لهذه الحقيقة يقولون بأن هذه في الواقع ليلة القدر ليست ليلة واحدة وإنما هي بطبيعتها ليال ثلاث مو ليلة واحدة أقرأ لك رواية أو روايتين في هذا المجال وردت في وسائل الشيعة المجلد السابع صفحة 260 الرواية الأولى عن إسحاق بن عمار قال سمعته يقول وناس يسألونه يقولون الأرزاق تقسم ليلة النصف من شعبان الإمام سئل أنه الأرزاق تقسم في ليلة النصف من شعبان قال فقال لا والله ما ذلك أي تقسيم الأرزاق إلا في ليلة تسعة عشر من شهر رمضان وإحدى وعشرين وثلاث وعشرين إذن تبين ليلة القدر وتقسيم الأرزاق ليلة واحدة له ثلاث ليالي ولكنه أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام بينوا لنا ما معنى أنها تقسم في ثلاث ليالي الرواية طويلة أبين لك مضمونها الرواية تقول بأنه ليلة الصواطعش الميزانية تأتي من الخزائن الإلهية وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم ليلة الصواطعش يجيبون الميزانية هس عندك هنا سؤال وهو أنه من يجيب الميزانية ومن يستلم الميزانية هس هذه إن شاء الله في الليالي اللاحقة سوف أعرض لهذا البحر لأنه القرآن الكريم يقول لنا بأنه الميزانية تأتي في ليلة الصواطعش وهنا واقعا سؤال مهم هو من يجيب هذه الميزانية أولا ومن يوزعها ويستلمها ويوزعها ثانيا وهذا سؤالين مهمين هذا إن شاء الله تعالى أرجو الله أن أوفق للجواب عنه إن شاء الله في الليلة الأخيرة إذن في ليلة الصواطعش الميزانية توصل في ليلة واحد وعشرين شي صير الرواية تقول الميزانية تقسم بعد في ليلة ثلاث وعشرين شي صير يقول بلي ليلة واحد وعشرين من قسمة الميزانية الذين جاءوا بالميزانية يرجعون بالتقسيم فليلة الثلاث وعشرين سوف تمضى الميزانية المقسمة بين الخلق إذن تبين الليلة الأصلية يا ليلة ها؟ ليلة الثلاث وعشرين اللي هي ليلة ماذا؟ ليلة الإمضاء ليلة الإبرام ليلة القضاء الذي لا يرد ولا يبدل لذا ورد قال عليه أفضل الصلاة والسلام في ليلة تسعة عشر من شهر رمضان التقدير وفي ليلة إحدى وعشرين القضاء وفي ليلة ثلاث وعشرين إبرام ما يكون من السنة إلى مثلها إذن أنت لابد تتهيئ بالليلة واحدة وثلاث ليالي البعض يتصور أن ليلة القدر هي شنو هي؟ واحدة فلهذا هيدور أنه ليلة تسعة عشر لو ليلة واحد وعشرين لو ليلة ثلاث وعشرين أخاف واحد وعشرين أخاف ثلاث وعشرين لا يا أخي الروايات تبين لنا هذه الحقيقة بنحو واضح بأنه في ليلة واحد وعشرين تأتي الميزانية من السماء وفي ليلة تسعة عشر تأتي الميزانية وفي ليلة واحد وعشرين تقسم الميزانية وفي ليلة الثلاث وعشرين يبضى ما قسم في ليلة ماذا؟ في ليلة واحد وعشرين إذن على هذا الأساس لابد أن نلتفت إلى هذه الليالي الثلاث لا ليلة واحدة أو اثنين لا ثلاث ليالي لابد أن نلتفت إليها جيدا